اشتركوا في القناة ظهر احصاء او نشر احصاء جديد لموقع مرموق ينشر الاحصائيات والنسب الموجودة على كل المستوعات نشر قبل يومين ثلاثة وخلال اسبوع الماضي نشر احصائية عن عدد العاطلي من الشباب في دول العالم ولم يكن مفاجئا الحقيقة ان نجد العراق ثالثة على بلدان العالم في بطالة الشباب يعني اول دولة كانت افريقيا بنسبة ستين بوينت سابعة بالمية وبعدها ناجيريا لاحظت دول الجنوب افريقيا تركنا منها يعني دولة انت كانت تكون متطورة رغم ما بيهم المشاكل لكن بها نسبة البطالة بالشباب ستين بوينت سبعة بالمية ناجيريا ايضا دولة افريقية نسبة هذه الدولة الثانية نسبة البطالة بها ثلاثة وخمسين بوينت أربعة بالمية ويأتي العراق ببعدها اللي تحدثت فيه وزارة التخطيق قالت انه نسبة البطالة بين الشباب اللي يبلغون من أعمارهم من 15 الى 24 هذه النسبة المهمة او هذا العمر المهم ستة وثلاثين بالمية نسبة البطالة في الشباب بالعراق ستة وثلاثين بالمية هو يحتل المرتبة الثالثة في نسبة العاطلين عن العمل وهي نفس النسبة التي يحتلها العراق في عدد العاطلين بكل الأعمار ستة وثلاثين بالمية ونحن لدينا الغالبية من الشعب العراقي حوالي ستين لخمسة ستين بالمية من الشباب عندنا عندما يكون ستة وثلاثين بالمية منهم من العاطلين من العمل كارثة كبيرة إذن بلد غير منتج بلد لا يشتغل والذين يشتغلون يشتغلون في أعمال يعني ما بها مردود ما بها مردود للبلد ما بها إضافة لخزينة الدولة أبدا إضافة إلى الناتج القومي إلى الناتج الوطني ماكو أعمال غريبة عجيبة ووظائف غريبة عجيبة بها 36% الإحصائية لها وردت وزارة التخطيط تحدثت فيها يعني من هي محافظة الأكثر بطالة بالشباب ظهرت 32% من الشباب شباب عاطلين على العمل بعدها تأتي المثنى محافظة المثنى بها 26% من شباب عاطلين على العمل وراها تأتي ذيقار 26% من شباب عاطلين على العمل البصرة وراهم الرابعة 22% من الشباب عاطلين عن العمل يعني عندما تنظر إلى الإحصائية تجد آخر دولة اللي هي في هذا الدولة التي أقل نسبة بطالة فيها بالعالم تجدها سويسرة نسبة البطالة فيها 1.8% قبلها يعني الدولة من دول التعالي السوفيتي القديمة أيضا بها حوالي 2.7% بهذا بهذا المستوى أما العراق مصيبة كبيرة البطالة به وهم يتحدثون عن بلد وازدهار وحكومة الشتغول وإنجازات كلها إنجازات وهمية البطالة في أي بلد مؤشر معيار حقيقي لنهوض البلد أو انكسار البلد وذهاب إلى الهاوية ها وقع الحال يعني قد تجد في بلد عمارات شاهقة لا تعني شيء هذا السمنت لا يعني شيء ولا الشوارع لكن تجد بيه بلدان لا تجد به هذا لكن تجد بيه صناعة وزراعة وإنتاج وتصدير وشعب كله يشتغل والبيوت كلها عامرة بالخير وكل الناس تشتغلوا وما بها مشاكل نسبة المشاكل الاجتماعية حتى جرائم القتل الاعتيال النصب الاعتداء التحرش كلها هذه نسبها قليلة جدا جدا إحنا أعلى نسب نسب الطلاق ونسب الجريم والقتل والنصب والتسليب والفساد أعلى نسب لأنه بطالة عالية نسب المخدرات فيها واحدة من الدول جنوب أفريقيا عندما تجد البطالة فيها 60.7 المخدرات فيها تباع بالشوارع توزعها مصيبة وهكذا بالنسبة لنايجيريا وهذه البلدان العراق نفس الشيء الآن كارثة كبيرة الآن يتحدثون عن واحد من المخدرات اللي يسمونه مخدرات زومبي مع الأسف الشديد هذه يعني صورة موجودة أنت لاحظها بوسائل التواصل الاجتماعي بالأنترنيات حتى ما تبحث عنها تجد في ولايات تعبانة في أمريكا وبلدان بعض البلدان يتعاطون هذا النوع من المخدرات وضع مزري جدا جدا مو إنسان لأمامك تصرفاته متصرفاته إنسان ويعني مرميين في الشوارع حالهم حال يعني النفايات هذا الزوم بيوصل إلى العراق نعم يقولوا إنه لم يوزع بعد لكنه وواصل في العراق وهذه كارثة كبيرة إلى ما بدأت تعاطي به فهذه النسبة تدل على كثير معيار شديد ودقيق وواضح وين البلد وين العراق ذاهب إلى أي مستوى ذاهب هذه الحقيقة المرة التي تؤكدها الإحصاءات أما هذا الكلام عن إنجازات وهمية وحاديث ومشاريع هذه كذبة كبيرة لا يمكن تصديقها لأن واقع الحال يكذب هذا وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم